اللي توصلوا لإله وأعلن اليوم بلجنة المؤشر اللي هو زيادة بدل النقل للخمسة وتسعين ألف ليرة وزيادة الحد الأدنى لمليونين وستمائة ألف أكيد دايما بخدم مناسبة لحد تقول أنه هذا غير كافي للعامل بس هيدا بداية أو استمرار عمل أكيد لح يجي وراء خطوات أخرى ويبقى الحوار الاقتصادي والاجتماعي خاصة مفتوح وبعتقد هذا الشيء ببيني عنهم أكيد فيه موضوع القطاع العام القطاع العام هو بين النقاش بين الحكومة من مال وموظفين القطاع العام بس كمان ضرورة أنه يرجع القطاع العام إلى العمل وترجع الإدارة إلى العمل بشان هيك لازم يتأمل الحد الأدنى ويتأمن بدل النقل هذا موضوع أساسي بالنسبة لألنا وعم نشتغل عليه وطبعا كان فخامة الرئيس يعني مسهل ومؤيد وإن شاء الله بيترجم هذا الشيء بمرسوم بيلاقوا هني بيشوفوا المسؤولين والرؤساء كيف بدون يمشوا بس إن شاء الله ما يأخذ وقت وأكيد يبقى دائما أملنا وطلبنا أنه يكون فيه تشكيل سريع للحكومة لحتى تكون هذه الحكومة قادرة تكون قريبة من هموم وشجون الناس اللي هي أسف عم بتكاتر أكتر وأكتر خضرت الرئيس في سؤال فيه إشكالية هي بالمصارف إنه اليوم عم بيتم إقرار هيدا المساعدات كلها ولكن لما المواطن إن كان بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام عم بيروح على المصارف ليقبط عم المصارف كل يوم عندهم قرار بيحجز على جزء من المساعدة جزء من الراتب يعني فيه شي عم تتواصلوا حضرتكم مع المصارف طبعا أكيد أكيد موضوع المصارف موضوع كبير بالبلد إصلاح القطاع المصرفي يعني إعادة العافية للقطاع المصرفي ما فيه اقتصاد بلا قطاع مصرفي بس كمان على المصارف وعلى مصرف لبنان أنه ينتبه ينتبهوا كلهم سواء أنه مع عشاة الناس أولا هيدا أساسية تتأمن لحتى يكون فيه أس سيولة لأنه عم نشوف كتير أوقات أنه ما عم تتأمن السيولة هذا شيء أساسي خاصة للموظفين قطاع العام وفيه عمل فيه شغل إن شغل بس هذا كمان يطال كل الناس مش مهم واحد يقول له زدني لك شوي بمعاشك وأنجأ كفين ويروح لحتى يقبضون ما يقدر يقبضون هيدا الدور هون يعني مطلوب من حكمية مصرف لبنان ومطلوب من المصارف تسهيل هذا الموضوع نعرف نحن موضوع كتلة النقدية باللبناني كمان شغلة دقيقة إذا منكبر الكتلة النقدية بيصير فيه طلب أكثر على العملة وبيصير فيه تضخم وارتفاع بسعر العملة هيدا هو الرقلاج المطلوب بس موضوع الأجور والمعاشات أساسي ومؤدس ولازم أنه تتأمن السوري لإله إن كان بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام